بسم الله الله مصلي وسلم على سيدنا محمد حبيبات السلام عليكم نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية يا رب اليوم جايب لكم فيديو لينتكلموا فيه عن الزي صحراوي للمرأة اللي هي الملحفة في جنوب المغرب إلى موريتانيا وحتى في السودان يلبسوا الملحفة غير إحنا وموريتانيين تقريبا اللبس ونفس الملاحف اللي اللبسوا ونفس الموضة تكون عندهم تكون عندنا حنا هون في جنوب المغرب حبيباتي الملاحف ألوان وأشكال وكل موسم لو ملحفته وكل عمر لو ملحفته للنساء وفي نفس الوقت كل مناسبة لها ملحفتها وكل ملحفة لها مكياج وحذاء أو نعل خاص وأكسيسوارات خاصة ما هي أي ملحفة نديروا معها كل أكسيسوارات اللي جاءوا تحتيدنا والله الحذاء اللي جاءتحتيدنا اللي هو النعل والعال والصبات والله واللباس اللي حتى الملابس اللي تبس مع الملاحفة كل ملحفة عندها الباس يمشي أو الأكسيسوارات اللي يجو مع الملاحف وعلى اللح ذي اللي يلتبسوا مع الملاحف والمكياج اللي يندير مع الملاحف والزينة اللي كاملة يتزين بها المرأة مع الملاحف الصحراوية عندك خالقات الملاحف اللي يندير معهم اللا ديار صحراوي تقليدي اللي هي الشقة والخياطة والنيلة وملاحف الشرق ويلتبس معهم اللا القرق اللي هي البلغة المغربية للمرأة أو نعائل بحال ملاحف الشرق ويضرقة من الصم وقرق الصقلي لا Lagarb وملاحف الشقة وملاحف الخياطة ليل نفث الشقة وملاحف الشقة وملاحف الخياطة الطول نعائل لا قصير يعقىрыв facilitتان عائلة يعني ميل تبس معها الصباط الطالو وليل تبس معها نعايل كيتسدو من اللور يعني نعايل سامبل وعندهم طالو قصير يعني ما يعود طالو عالي حتى هذا بالنسبة لملاحف الخياطة وملاحف الشقة بالنسبة لملاحف الثانيات يجي معاهم ملاحف كنيبة وملاحف مفتيلة وملاحف سواري يجي معاهم الماكياج العصري ويجي معاهم صباط الطالو كل مكان عالي كيجي زين مع ملاحف سواري وملاحف كنيبة ويجي معاهم الأكسسوارات العصرية ويجي معاهم يكون إذا كانت الشابة أو المرأة مثلا حاطة يعني عاملة لون في شعرها مثلا ما هو أسود لأنه ملاحف مستحيل ملاحف الشرقي يمشي معاهم وحدة حاطة شعرها يعني أشقر والله وحدة حاطة ظلال العين أزرق مع ملاحف الشرقي يعني هذا من المستحيل من المستحيلات وملاحف صواري وملاحف كنيبة ما تمشي معهم ملي الحنة المرة لتعود متحنية ما تلبس صواري وما تلبس كنيبة الحنة تجي اللامع ملاحف الشقة وملاحف سامبل وملاحف هذا الخياطة وملاحف النيلة وملاحف الشر هذو بالنسبة لأكسيسوارات والأحذية حبيباتي بالنسبة لبس الملحفة هو سيتر أولا قبل كل شي المرة الساترة كتكون لابسة تحت ملحفتها شيء طيب أكمامه طويلة بوديات أكمامهم طويلة أو أكمامهم نص ذرع ليل المرة خاصة ملحفتها تعد ساترة صيقانها وساترة يعني ما تبين شيء منها اللوجها ويديها وقرعها اللي تمشي عليهم وصافي أما ثاني كل شيء خاصة يلملحفت عد ساترته في الحفلات والمناسبات بين النساء يكونوا لابسات ملاحف شفافة ويديروا عليهم إلى عدو خارجين برا صافي مش انتهت الحفل أو ماشيهم للحفل يديروا عليهم سواء عباية العبايات الخليجية أو أفراويل كخالق ملاحف اللي يجي عليهم في روال ديسة والله يزار والله شين يغطي به المرة ما تخلي هذا اسمه كتافها باينين من أو ذرعتها باينين من ملاحف الشفافة الملاحف الصواري هما شفافات ويتبسونهم حتى مبوديات كيفهم ودائما أرضية الملحفة هي علش يمشي لون اللبس تحت الملحفة مثلا نحن نبسون كساوي طوالات مع الملاحف وهذوك الكساوي كيكون لونهم ماشي على أرضية الملحفة اللي لابسي إلا عادت الملحفة أرضيتها بيضة وفيها نقطة سوداء وصفراء خاصة الكسور تحت عود بيضة لأن أرضية الملحفة بيضة وما تعد ما نمشي على ذوق النقطة الصغيرة ما نمشي مثلا زوقت الملحفة الصغيرة هي نمشي عليها هذا ملاحف قاز اللي نبسون في الدار ونبسون الحمام اللي نبسون معهم بيجامات اللي نبسون معهم شي عادي عندنا وهذوك ماء للحمام والله للصوق مثلا ما نجيب الخضرة واخر نعود لها بسا بيجامة تحتها وهذيك ملحفة قاز فيها حتى هي الرقيق وفيها شوء الغليظ اللي يدرق والساتر ولملاحف كل واحدة وثمانة حبيبتي هذا الفيديو هذا ما بريد تطوله عليكم أنا صورت الفيديو كامل يغرق سمته باش ما يشيكم ممل هذا الفيديو هو تعريف عن الملحفة وعلى اللبس الصحراوي وعن هاي اللي يلتبسون معها والحنة معاي ملحفة تجي والفيديو الجاي إن شاء الله ليعود فيه طريقة لبس الملحفة وكيفاش كان تخلوا في الملحفة وكيفاش كان لبسوها إن شاء الله واني بيكم رأي نحبكم كاملي